قبل أكثر من ألف سنة في عهد الامبراطورية الصينية تم تربية الكارب الصيني الطبيعي صاحب اللون الفضي في الأحواظ ومع تربية هالاسمشا في الأسر طلع منها طفرات لونية مثل البرتقالي والأحمر والأصفر اطلعت الطفرات اللونية لأول مرة في عهد أسرة جين الصينية وفي عهد أسرة تانك الصينية اطلعت طفرة جديدة وهي اللون الذهابي وبعدها بشكل جنوني الناس يدورونها اللون الجديد وصار الكل يجمع عينات اللون الذهابي وبعدها استلم الحكم عهد أسرة سونغ ووضع قانون ممنوع على كل أحد خارج الأسرة الامبراطورية أن يصادق اللون الذهابي من الكارب الصيني واحتكروها الأسرة لنفسه عدسة عمر هذا أنا السمج الذهابية القولد فش أليف معروف ومن أشهر الحيوانات الأليفة المنزلية وطبعا من بعد أسرة سونغ اللي منعوا على الناس امتلاك هات السمج واحتكروها لهم مع مرور الوقت انتشرت السلالة حتى اللي كان يملك سمجة بعيد عن مكان الأسرة برية كارب فضي طبيعي أنتج عنده لونه بطفرة ثانية وبشدي أصبح بتناول الكرولهم يوصل من 12 إلى 22 سانتي لكن في حالاته وصلت أكبر من شدي يعني سجلت حالة في 2008 وصلت 48 سانتي تمتلك نظر قوية تميز فيه أربع ألوان بشكل دقيق مثل الأخضر والأحمر والأزرق والأشع الفوق بنفسجية وتمتلك حاصة سم من أقوى الحواصل اللي تم دراستها في السمج ولما تتغير درجة الحرارة في موسم الزواج يلحق الذكر الأنثى ويطيقها بشكل متكرر لغاية ما تنزل بيضها بالكامل لقوها في أماكن متجمدة وفي أماكن قليلة الملوحة يعني براكشوتر بالمعنى الحرفي تتحمل درجة ملوحة الماي من مياه عذبة تماما إلى مياه قليلة الملوحة وتتحمل درجة الحرارة المنخفضة وما يفضل تحطها بدرجة حرارة عالية طبعا يقدر تفرق بين الأصوات بشكل دقيق حتى الأشكال حتى أصحابها ولها ذاكرة تستمر لثلاث شهور هذا المدروس يعني ممكن أكثر من شديد تحفظ الذكريات اجتماعيين يحبون يتمون في سلوك مدرسة يعني مجموعات ولا يفضل تتمنى وحدة فقط أعمارهم توصل عشر سنوات ويفضل توفر لهم ماي مليء بالأكسجين خلها في مكان مظلم والفترة طويلة راح تشوفش كترة تحت طبيعة اللي خلقها الله عليها يرجع لونها تدريجيا للون الرمادي الباحت وأفضل مكان تصادق فيه سمجة ذهبية هي البركة الخارجية ومو الأحواض المنزلية لكن إذا هبت تمنى منهم في الحوض حط في بالك ترى برازهم واجد وفضلاتهم تطلع حتى مع الخياشين وبشكل مفتت فتت صغار لازم فلتر قوي حيل ولازم توفر لهم مكسجين وبجدي خلصنا